حجمه حجم الاستعداد المذخور فيه حجم اللياقات المهيئة له الممكنة آه لو أخرجها من الإمكان إلى الفعل تعرف ما معنى نفقت فيه من روحي تعرف ما معنى أنك مسخر لك السماوات والأرضون بعض المعنى أحبتي إخواني وأخواتي أنك كائن مخلوق لتتسع للوجود كله أنت أكبر من الشمس والقمر لذلك لماذا تسجد للشمس والقمر وتسجد لمن هو أكبر منهما ومنك أكبر من الجميع لله وحده فقط لكن لا ينبغي أن تبخس نفسك حظها فتسجد لمن هو أحقر وأصغر منك أنت أعظم من هذا كله والدليل حتى بمنطق غير ديني أن هذا مسخر أن هذا كله مسخر لنا أيها الإخوة النجاح المتواصل فتوح العلم المتتارية التي تترى والتي تجعل هذا الكون يوما فيوما أكثر مطواعية لنا أكثر خدمة لنا ونحن بالتالي أكثر مخدومية أكثر تسيدا في هذا العالم بلا شك نحن المخلوقون لكي نتسع لهذا العالم لكي يتيه فينا هذا العالم لا نتيه فيه الإنسان لا ينبغي أن يتيه في العالم لكن تتيه فيه الكوائن والعوالم نفقت فيه من روحي أنت عبد إلهي عبد رباني الله تبارك وتعالى هو الأكبر وهو الأوسع لا إله إلا هو وبما أنك عبد رباني منفوخ فيك من روح الله إذا ينبغي أن تتسع لكل شيء لا أوسع منك إلا الله وحده لا إله إلا هو ما أحد الله كله أضيق منك أصغر منك تأتي الآن في سياق مجتمعي بسيط في سياق نجاح أو فشل مهني أو دراسي أو اجتماعي عائل أسرة تقول هذا سيحطمني هذا سينهيني هذا يدمرني لن يدمرك لن يحطمك إذا أعطتك الأقدار ليمونا لم تعطيك حلوة بنبون اصنع من الليمون ليمونادة عصير ليمون كذلك يقول الحكماء تستطيع أن تحول كل شيء إلى فرصة لكن الأمر ليس رهن الإرادة أنني أريد قبل ذلك قبل أن يأتي ويبرز دور الإرادة هناك دور الفكرة هناك دور الرؤية العقيدة كيف تنظر لنفسك ما فرغت للتو من بيانه وتبيانه هو بعض مكونات الرؤية والعقيدة أيها الإخوة كيف تنظر إلى نفسك كيف تنظر إلى حجمك إلى دورك إذن هناك دور الرؤية العقيدة المنظور الرؤية العقيدة المنظور هنا بلا شك لا يمكن أن يساهم شيء بقدر الإيمان لكن الإيمان انتبهوا كما ينبغي أن يفهم للإيمان الذي يمكن أن يحيل حياة الناس إلى جحيم في الدنيا قبل الآخرة قبل الآخرة سنعود ربما في تضعيف الحديث وأثنائه إلى بعض مكونات وعناصر هذه الرؤية هذا المنظور هذا المنظور إذن السعاداء أطول الناس أعمارا هناك دراسة تعرف بدراسة الراهبات نان ستادي نان ستادي دراسة الراهبات أيضا دراسة طويلة الأجل أو المدى على 180 راهبة من اللائل تحقنا بمدرسة أخوات روتردام بعد سنوات من الدراسة أيها الإخوة ودراسة السير الذاتية التي كتبتها أولئك الراهبات تبين أن الراهبات اللائل استعملنا ألفاظا وتعبيرات أكثر انفتاحا أكثر اتساعا أكثر تأميلا وطموحا القدر أسعدني الله من علي لقد كنت محظوظة جدا حين مثل هذه الأشياء عشتنا في المتوسط أزياد بعشر سنوات أما الهم والنكد والتنغيص ويقول لك أنا أحرق صحيح تحرق وتحترق كي شامع أنت تحترق تحترق بالمقارنات والهم وتداعي الأفكار السوداء الكئيبة تحترق ستموت مبكرا اللي لم تمت مبكرا ستشيخ مبكرا تظهر عليك علامة الشخوخة بسرعة عجيب الأبحاث العلمية الإمبريقية التجريبية دلتنا وبينت لنا أخواني وأخواتي أن نهايات الأصباغ كرموزوم الصبغيات حاملات الجينات ما يعرف بالتليومير تليومير والنهاية تحفظ الصبغي وتحفظ المكونات الداخلية تليومير هذه التليوميرات أو نهايات الأصباغ حين تقصرها بالزمن تقصر بلا شك سنة فسنة وعقدا فعقدا تقصروا وهذا سبب الشيخوخة وهذا سبب الشيخوخة ثم النهاية والموت إن سارت الأمور على نحو عادي على نحو عادي طبيعي تبين من خلال الدراسات والأبحاث الإمبريقية أن الأشخاص الذين تتآكلهم أحماض الضغوط الضغوط والاكتئاب والقلق والتوتر التليوميرات لديهم في صبغياتهم تقصر بسرعة بوتيرة عسرعة الأشخاص الرادين القانعين الهادئين وبالتالي يشيخون بسرعة في دراسة على مجموع من الأمهات اللائي ابتلهن القدر برعاية أطفال مرضى بمرض أو بأمراض مزمنة طبعا مشكلة أم ترعى طفلا ابنها مريض بمرض مزمن لا أمل في الشفاء منه تبين أن هؤلاء المسكينات البائسات يعيشنا بمعدل أقصر من تسعة إلى سبعة عشر عاما أو من تسع إلى سبعة عشرة سنة قريب من عقدين في المتوسط يعني عقد ونصف أو أقل من هذا هذا بقريب كثير هذا هذا كثير جدا بعض ستقول لي لكن هذه قضايا موضوعية ماذا يبوشنا أن نفعل أم هذا ابنها تليت بابنها هنا يأتي دور المنظور وفي الحديث الصحيح وفي الحديث الصحيح وإن الله تبارك وتعالى يبتلي أقواما فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط عجيب في الدنيا طبعا في الدنيا قبل الآخرة غير الآخرة هذا حساب الدنيا يعني يمكن هنا أن يساهم المنظور الإيماني المنظور العقدي في جعلك تتفاعل مع الوقاع الموضوعية الجافة الصلبة وقاع ابني هذا ومريض هذا أفعل هأستطيع أن أتجاوز هذا بالتخيل أنه ممتاز ووضعه على ما يرى مستحيل أو أنني يجب أن أكون سعيدا جدا بكارثة ابني لا تستطيع المسألة ليس كاركرة مش فانتازي هي وقاع صحيح لكن كيف تفسر هذه الوقاع كيف تنظر إلى هذه الوقاع كيف تتكيف مع هذه الوقاع هنا يأتي الإيمان هنا يأتي الإيمان كما قلنا الإيمان دائما يأتي أملا ويأتي عزاء ويأتي مصدر من مصادر الرضا العجيبة لكن الإيمان شيء يعطي شعورا بالأمل والعزاء والرضا يا إخواني والرضا رضي الله عنهم ورضوا عنهم واحد يقول لكلام دين مواعظ لا هذا مواعظ صح ولكن كلام علم نفس وتجارب أيضا ما رأيك تجارب علمية يحدثنا العلماء الإخصائيون يعني المتخصصون المتخصصون في علم السعادة مثل دان جيلبرت حدثتكم عنه قبل ربما أربع أو خمس سنوات هذا من أكبر العلماء أيضا المختصين في علم السعادة وأبحاثه لطيفة جدا وكتاباته من أروع ما يكون يحدثنا هذا الرجل عن مصطلح يسمى الآن في علم السعادة تركيب السعادة Synthesization of happiness تركيب توليث تصنيع ولكن مصنع Synthetic مصنع السعادة المصنع المولّفة Synthetic happiness ماهي السعادة المولّفة؟ وأكيد السعادة المولّفة هذه المركّبة ليست كالسعادة الحقيقية هكذا يظن معظمنا من الشرط وبالمرة من الشرط السعادة الحقيقية هي التي تأتي حين تتحصّل على ما تريد أن تتحصّل عليه هذه سعادة حقيقية أريد أن أفوز في هذه الصفقة وأن 14 ألاف يورو حصل هذا أسعد الآن هذه سعادة حقيقية أريد أن أجتاز هذا الامتحان الجامعي دخلت الامتحان وأجتازته وبالدرجة التي كنت أطمح إليها سعادة حقيقية أما السعادة المولّفة Synthetic فهي التي تحصل عليه حين لا تحصل على ما تريد أن تحصل عليه تريد الصفقة ولم تأتي الصفقة تريد النجاح ولم تنجح طيب ونحن السعادة الآن تقول لنفسك إذا نجحت أن تولّف أن تركّب أن تخلّق هذه السعادة تقول لنفسك لعلّ الذي أبطأ عني هو خير لي وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ما يدريني أن هذه الصفقة لو تمّت ونجحت وأخذت هذا المبلغ أن هذا المبلغ يكون بابا من أبواب الشر ما يدريني أن هذا المبلغ سأشتري به السيارة التي في بالي وهذه السيارة سأركبها ويتفق لي فيها حادث على الطريق السريع لأنه في النية نذب إلى ألمانيا على الطرق المفتوحة ما يدريني وترتاح الآن وتشعر بها الحمد لله لم يقع معي أحد يقول أنت مجنون هذا تفكير مجنون لا لا هذا تفكير علماء النفس الكبار وهذه الطريقة هذا ما يعرف بجهاز المناع النفسي سيكولوجيكال يعني إميون سيستم